المنتخب العسكري المنتخب العسكري للرياضة العسكرية السيزم والتي اختتمت فعالياتها اليوم واستضافتها مدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية وقد بدأ منتخب العسكري لكلة القدم مشواره الصعب بالدورة بدور المجموعات واستطاع من التأهل برفقة المنتخب الكوري الشمالي من فرق المجموعة الثالثة متقدما على منتخبي البرازيل وفرنسا وفي دور الثمانية أوقعته القرعة في مواجهة منتخب عمان العسكري وتمكن منتخبنا من اقصاء المنتخب العماني وهزمه بهدف دون رد وتأهل للدور النصف النهائي لملاقات المنتخب الجزائري حامل اللقب في النسختين الماضيتين 2011 و2015 لكن منتخبنا وبعزيمة الرجال استطاع الفوز والعبور للمباراة النهائية بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية لينتقل المباراة النهائية في مواجهة منتخب قطر العسكري وتمكن من الفوز وحصد ذهبية البطولة ترجمة نانسي قنقر